أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قرب انتهائها من إنشاء صالة جديدة لاستقبال المراجعين من ذوي الإعاقة وذلك لمواجهة تزايد أعداد المراجعين لافتة إلى أن الصالة تحتوي على 15 كاونتر يعمل بنظام الموظف الشامل ويتيح إنجاز المراجعون لكامل معاملاتهم من خلال شباك واحد وأنه تم تجهيز القاعة الجديدة ليتسنى سير الكراسي المتحرك من خلالها لتكون الهيئة قدوة لبقية المنشآت الحكومية